في هبة جديدة في المطاعم وهي كبسة دجاج 65 في الهندية فخلوني أوريكم كيف تسوونها في البيت وبسعرات أقل وبروتين أكثر عندي هنا صدور مكعبات بحط عليها ثوم وزنجبيل مهروسة والبهارات ملح وفلفل أسود بالإضافة إلى كركم وكزبرة وفلفل حار وقرام مسلة وفوقهم زبادي يوناني خالي الدسم ونشذرة وبحط عليها شوية ملون طعام أحمر وبخش عليها باليد وبخلطها زين وبنتركها تتبل ساعتين على الأقل وأما الرز فبنضيف مغسول ومنقوع وبنصب فوقه مرق الدجاج وبنضيف عليه بهارات صحيحة قرفة هيل أو أي شي عندكم وبنحط عليه ملح وفلفل أسود وبنحط بعد شوي ملون طعام بنحركه وبنشغل عليه طباخة الرز وبننساه بننقل الدجاج للقلاية الهوائية وبنعطيه رشة بخاخ زبدة وبنطبخه 15 دقيقة أو لحد ما يتحمر وفي زبدة بنحط كتشب وصويا وخل وبنحط سوس سويت شلي وملون طعام وهذا سوس 65 جاهز في طاوة وزيت بننزل بصل وبنحمسه كم دقيقة وبنحط فوقه فلفل حار وثم مهروس وبنقلبهم سواء بننزل سوس 65 فوق ما وبنحمسه على النار هادية بننزل الدجاج الكريسبي فوقه السوس وبنحرك كل شي زين وزعت الرز في صحن وقدمت الدجاج فوقه والوصفة دي فاقت توقعاتي من جد وطعمها خرافي بكل أمانة جربوها مع سوس الزبادي بالنعناع وعلينا وعليكم بألف عافية